مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في تحديث جديد اليوم 12 مارس طبعا الاحداث في موضوع الكورونا كل يوم عم بتزيد والموضوع مش عم بخف للأسف طبعا نظمة صحة العالمية هذا الخبر الاول اعلنت انه وباء عالمي يعني خلاص الواحد لازم يعرف انه قر تقريبا دخل كل دول العالم ولازم احنا نقف مع بعض بقوة ضد هذا الفيروس الخبر الثاني انه ترامب طبعا بناء على ذلك وزيادة عدد الحالات الموجودة في الولايات المتحدة قرر انه يوقف جميع الطيران الى اوروبا لثلاثين يوما طبعا هذا كان خبر صادم ادى الى الدمار في الارصدة والاسهم تبعت معظم شركات طيران اوروبية الخبر الثالث الحمد لله انه الصين فقط بدأت تتعافى وفقط وجدت 18 حالة اليوم وهذا اشي جيد 18 حالة في كل الصين مع انه كنا نسمع الاف الحالات يوميا طبعا هذا العدد ليس بتجيد خارج الصين للأسف تبينت الاحصاءات انه تضاعف الى اكثر من 13 ضعف خلال الاسبوعين الماضيين هذا خبر سيء لكن اعتقد انه في يعني الناس شافت اللي صار بالصين وعارفة انه من حالة او حالتين كل اللي صار هذا التمانين الف فوين الناس صحيانهم I don't know where the government's شو المجرز اللي اخدوها خلال الثلاث اشهر الماضي الخبر الرابع في دراسة احصائية في جامعة تورونتو خرجت انه 30 الى 70 بالمية من السكان في كندا راح 35 الى 70 بالمية راح ينصابوا بهذا المرض طبعا هاي دراسة احصائية هي عبارة عن تقديرات بتسووا موديلينج وبيحاولوا انه يعرفوا شو نسبة خطر هذا المرض عشان يعرفوا يقاوموه فهي مش شرط انها تكون كذلك لكن ميركل المستشارة الالمانية برضو حكت نفس الرقم 70 بالمية من الالمان راح ينصابوا بهذا المرض طبعا احنا موضوع الاديان للأسف الناس كتير عم بتدخل الدين فيه اشياء كثيرة عم بنلاحظ انه يعني اشياء ما انزل الله بيها من سلطان يعني انا سمعت في لبنان في جدل حول انه تراب قبر مارشربل بشفي من الفيروس يعني خلينا نفكر شوي طبعا مرجع شيعي قرر او حكى انه زيارة لازم نستمر في زيارة الاضرحة والقبور والاستمرار في الزيارات لانه الكورونا لا يصيب المؤمنين ما بعرف في جابوا صورة لأحد الاعمة اعتقد السوديس عم بيغسل في الحرم لماذا؟ يعني اسئلة غريبة يعني ملاش ندخل الدين في العلم يعني الدين مهم جدا ونحن نعتمد عليه وهو مصدر امامنا وقوتنا وخاصة للاميون سيستم وانا حكيتها في حلقات ماضية عشان كيف تقوي جهاز المناعة لكن يعني خلي العلم للعلماء طيب الان في طبعا مقولة شفتها عجبتني كتير اذا اغلق العالم كل حدوده رح ينقسم العالم الى قسمين قسم من هذه الدول المتقدمة المبتكرة اللي تأكل مما تزرع لديها من منتجاتها ما يستطيع انه يقيمها على الحياة على الاقل لمدة الحصار هذا وتستطيع ان تبدأ باكتشاف بدراسات لاكتشاف ادوية لهذا المرض والقسم الثاني من الدول اللي راح تظلها قاعدة تستنى طبعا لا عندها اكل ولا شرب واحنا عارفين عن اي دول بنحكي لا اكل ولا شرب ولا صناعة ولا علم يعني راح يعدوا بس ينتظروا الدول هديك عشان تصدروا لهم للدواء فاليوم بدأنا نكتشف انه العلم ليس ليس للترفية بل هو وسيلة للحياة وهذا شيء مهم جدا انه نفهمه انه لازم ننشط العلم والبحث العلمي في دولنا الخبر الرابع توم هانك وزوجته ريتا ويلسون اعلنوا انهم مصابين بكورونا فيروس يعني عم بصيب الفنانين والممثلين والوزراء وفي مدافع يوفينتوس دانيل روحاني برضو مصاب بهذا المرض وبالتالي وحتى بيشبكوا انه فيه ناس من الام بي ايه الام بي ايه اللي هي نورث امريكان باسكتبول اسوشييشن اوقفوا جميع المباريات الى اشعار اخر اه تعليق المباريات الـ NHL اللي هم تابعون الهوكي اوقفوا جميع المباريات الى اشعار اخر احنا بنحكي عن مليارات الدولارات بتجيبها هذه الفرنشايز الرياضية طبعا اه اه الخبر اللي بعده انه فيه اه اه جدل حول الموضوع الكمامات انه هل نلبس الكمامات او ما نلبس الكمامات الموضوع جد كتير صعب وحكينا فيه في اكثر من فيديو عن موضوع الكمامات اللي بس الكمامة بطريقة الصح والكمام الصح هو اللي بيقيق اللي بس الكمامة الخطأ لن يعطيك اي اه مفعول لكن الشي الغريب انه فيه الدكتورة تيريساتا اه اللي هي تام اللي هي ناطقة باسم وزارة الصحة الكندية او ادارة الصحة الكندية قالت فيه تغريدة الليها فيه عشرة ثلاث انه لبس الكمامة سياقي من فيروس الكورونا حطولكوا التغريدة كمان اه موضوع اه المشتريات طبعا الناس صارت فيه بانيك اه بشكل كبير الناس صار فيه عندها جنون شروا كل الصابون اللي موجود فيه المستودعات طبعا ما بعرف الصابونة داخل تعدك شهر شهرين تعد الصابونة يا جماعة واحدة انتين بكفوك خلال ان شاء الله الازمة هاي ثلاثة خليها بس ما تشتري عشرة عشرين مية ما رح تستفيد منهم في واحد كتب انه يا جماعة انه انت بدك تقي نفسك وتغسل ايديك من الفيروس بس برضه مهم جدا انك تخلي صابون للناس بحيث انهم يقوا نفسهم ايضا لانه هو اذا اصيبه انت رح تنصاب فالموضوع احنا عايشين في مجتمع متكامل لازم ننتبه على هاي الشغلة ما نفكر بس بانفسنا ونصير جريدي في الموضوع او جشعين من الشغلات اللي دائما انا بركز عليها نظف دينيك نظف دينيك من ايش من الاخبار السيئة اللي بتسمعها على السوشيل ميديا وعاليوتيوب حتى في الافيشال ميديا بنسمع اخبار ما انزل الله بها من سلطان في خبر انتشر في ايران انه الكحول يقتل الفيروس طبعا اخذوا الخبر نصه الكحول يقتل نغاء الفيروس فسمعوا بذلك فبدأوا يشربوا كحول و 27 واحد مات من اوفردوز كمية كحول اكثر من اللازم يعني شرب له 3 اربع اناني شب فودكا ولا وسكي ولا مش عارف ايش عشان يقتل الفيروس مات من زيادة الكحول مش من الكورونا فانتبهوا من المعلومات اللي بتجيكوا لانه اوفردوز من اي عشبة او اي شيء ممكن يقتل الانسان طبعا انا كتبت في احد التغريدات عندي على التويتر انه الانسانية ولله الحمد قامت من مشاكل وصعوبات اكبر من هاي بكتير ولكن يجب ان نقف مع بعضنا الان في هذا الوقت يجب ان نساعد بعضنا لبعض الدول لازم ان تقف مع بعضها تشارك المعلومات الطبية والعلمية والاجتماعية الميديا يا جماعة انا بوجه رسالة لجميع اخواننا في الاعلام الرجاء انكو تعرفوا وتتأكدوا من المعلومات قبل ما تبثوها على السوشال ميديا طبعا الخبر الجيد اللي بعده انه الحمد لله رب العالمين في احصائية ظهرت انه اولئك الاشخاص اللي عمرهم اقل من خمسين سنة نسبة الوفيات كانت فيهم 2 بالالف يعني 0.2 بالمية 2 بالالف رقم رائع اوكي وبالتالي هو تقريبا زي الرقم الناس اللي بتوفوا من الفرونزا بالعام هو من 0.4 على 0.2 اوه طبعا الخبر اللي بعده انه اكتشفوا كاشف جديد بس بنقطة من قطرة الدم بيستطيع انه يكشف خلال دقائق هذا الفيروس وان شاء الله يبدوا ينتجوا سريعا الخبر اللي بعده انا حبيت تذكر دايما ان الناس تحكي عن الموت والعدد العداد وقال لا فيه 4000 واحد توفى والارقام هاي لكن تذكروا يا جماع انه فيه اكثر من 8500 طفل يموت كل يوم كل يوم من الجوع من فيروس الجوع وفيه فاكسين او مضاد لهذا الشيء اللي هو الغذاء فخلينا نكون واقعيين ما نكون منحازين بس لهذا الفيروس الخبر اللي بعده المحارم ما بعرف هم بس في استراليا وامريكا وكندا ولا في كل العالم الناس هجوم على محارم الحمامات يا عمي نسبة الاسهال في هذا الفيروس يمكن 5% فما تخافوا يعني مش شي مهم جدا لفافات الحمامات فيه اهم اشياء اهم جدا في حياتنا انه نتبضع اذا صار لا سمح الله انه اللي هو الاغلاق او الحجر علينا ففيه اكل فيه شروب هاي الامور اهم من التوالت بيبر بش عارف ليش التوالت بيبر اه طبعا فيه صورة بعتليها صديق فيه شرطي بيجي او فيديو بيجي بيجي شرطي بكتب له ايهاب كورونا فيروس طبعا اي شي مضحك للضحك لكن اه لا تسوها لانه بكل سهولة ممكن باش سيارة الشرطة تيجي سيارة الاسعاف وتوخذك على الحجر اه ننسى اصدقائنا اللي ساعدونا خلال المحنة اللي حصلت لنا والان فعلا بدأت الصين تقدم اه مساعدات للعراق اه بعتت كمامات لا واجهزة لايطاليا واعتقد لالمانيا اه حابب احطوكم هون بصورة اللي هو الفرق بين اعراض الفيروس العادي والفلو اه الفيروس والكورونا والفلو مش كتير الفرق لكن موجود اه اغان بحكيها انا بس للرفرنس بس بشكل عام لازم طبيبك يحدد اذا عندك اه هذا الشي ولا لا اه اه المستشفيات اللي اه اه بنيت بعشر ايام في الصين اعلنت اغلاقها لانه ما فيه الهداع يعني مور والحمد لله رب العالمين فيه فيه سيطرة في الصين على هذا المرض وبالتالي ما فيه داعي لهاي المستشفيات اه اه طبعا اشي جيد اله الاشاعات طبعا الاشاعات برجع بحكي عم الاشاعات انا مش عارف مين هدفه يرفع هاي الاشاعات فيه اشاعات يجتني باللغة الانجليزية والعربية يعني بلغتين انه فيه طبيبة فلسطينية يسمها الدكتورة منار سعدي الشيناوي طبعا انا حاولت ابحث عنها بالانجليزي وبالعربي اه سواء لها ابحاث لها اشي ما موجود حتى لها فيسبوك يعني الاسم حتى مش موجود لشخص اخر فا اه يعني ارجوكوا تتوقفوا عن نشر الاشاعات ما بعرف مين هدفه نشر اشاعة زي هيك لكن اشاعة بغيضة يعني اه طبعا بنرجع نحكي انه علاج المنارية هو من احد العلاجات الان الموضوع على الطاولة انه يستخدموها في علاج امراض الكورونا اه في اه اه بالصين من حوالي تمانين الف حالة موجودة شفي اكثر من ستين الف حالة وهذا رقم خيالي يعني 75 بالمية ومن بينهم شخص عجوز عمره مية وسنة وطلع من المستشفى قبل يومين وهذا خبر ممتاز طبعا اه وزير الصحة الاردني حكى في التغريدة له انه تكلفة الشخص اللي موجود في العزل هي 1200 دينار فيه اردني رد عليه مش حقرا لكم التعليق ردوا انتو بس يا وزير الصحة ان شاء الله بيكلف مية الف دينار هذا شخص الانسان اغلى ما نملك الانسان اغلى تذكر هذه المقولة يا وزير الصحة واشكرك على المعلومة واشكر المواطن اللي رد عليه اه في فيديو احطيلكو اياه هلأ عن غزة والله لما الواحد يحكي عن غزة قلبه يعتصر موجودين في حصار من اكثر من 14 سنة والان بيحكوا انه غزة يمكن هي اكمل مكان في العالم لانه يعني اللي دخل ان شاء الله ما يدخل الفيروس بس اللي دخل ما هيقدر يطلع فطبعا عملو الشباب هذا زي نكتة عن الوضع المأساوي اللي موجود في غزة ندعو من هذا المنبر لأهل غزة وشغل لكم على الفيديو اهلا بكم في نشرة هذا المساء اذا من اهم القطاعات التي ستتأثر باعلان حالة التوارئ في غزة بسبب ظهور الفيروس الكورونا توقف العمل في مطارات قطاع غزة والملاحة الجوية عموما ومطار الشجاعية الدولي بشكل خاص توقف العمل في مرافق السياحية في القطاع انهيار بورصة معسكر الشاطئ توقف حقول النفط والغاز عن الانتاج خصوصا حق الحج الصفية في الوسطى توقيف العمل في المفاعلات النووية وخصوصا مفاعل حج انجز ببيت حنون اغلاق ميناء خان يونس وتوقف الملاحة البحرية شلال تام في سكة قطار مدينة رفح تأجيل استلام جائزة سالم للعلوم ايقاف مصانع الحديد والصلب بدير البلح تأجيل اطلاق القمر الصناعي سهي الاربعة من محطة عزبة عبدربو بجباليا تأجيل مهرجا بيتلاهيا السينمائي واغلاق كافة مرافق متر انفاق الزوايدة هتا وتتقدم الوزارة لكم جميعا امنياتها بالسلامة التامة لا داعي للطوارئ الامور طيبة ادي دقني زد الحظة طيبة هذا طبعا هو شيء مضحك لانه احنا عندنا البوس زي ما حكينا نقال الحمد لله في ناس بدأت تدفهم وناس بدأت تنشر هذا الموضوع طريقة البوس عنا يا عمي ابعدوا عنها والمصافة حيبعدوا عنها حاطين بوس انه طريقة البوس لم تتغير بس زاد عليها عبارة مع انه في كورونا هتلك بوسة الصينين طبعا بيستابقوا لتقديم المعونات والمساعدات للاخرين من ابناء بلدهم والاطباء طبعا لانهم بحتاجوا لانا عادين في المستشفيات وانا بحكي انه نرفع القبعة للموضوع وكيف تقال جلسوا مع بعض في صورة طبعا من الصور اللي كتير اثرت فيها في طبيب ماخد مريض خارج المستشفى عشان يريه الشمس لانه فعلا الحالة النفسية مهمة جدا في علاج المرضى وهذا اللي حكناه اكثر من مرة الاخبار التلات اللي نحن نحكيها عن كندا طبعا الآن في حالتين في مدينة اوتوا في حالات في اكثر من 107 حالات في كندا المدارس اليوم في كندا تعلن عندنا في شغلة اسمها مارش بريك او عطلة شهر مارس تبدأ الاسبوع العظيم بيحكوا انه راح يتمدد كل في مقاطعة انتاريو راح يتمدد لثلاث اسابيع يعني اسبوعين بعد المارش بريك تخوفا من الفيروس طبعا في خطأ كبير في المستشفيات اللي هو موضوع المعظم الناس اللي بروحوا مرضى بروحوا على المستشفيات العامة الى 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 وهذا خطأ كبير ومئة مرة حكيناه وجهنا نداءات من جميع المنصات يا وزراء صحة حول العالم مش بس في كندا في حول العالم اعملوا مستشفيات خيم كنتينرز خاصة لقياس درجات الحرارة للمرضى وعلاجهم او فحصهم خارج المستشفى لانه لما يدخلوا المستشفى في واحد مكسور رجله في واحد مجروح في واحد مع نزحة قلبية في واحد مع انفلونزا في واحد مع ربو كلهم هدول رح يوصلهم الفيروس وطبعا هدول ضعيفين بجسدهم او المناعة وممكن انه ينتشر الفيروس في المستشفى فانتبهوا من هذا الموضوع اللي هو فيفر كلينيكس والخبر اللي بعده للأسف صادم احنا عديني انه ثلاث اشهر مننتظر ومنطلع شو اللي بصير بالصين وين التحضيرات مستشفيات انتاريو اليوم بتعلن انه عدد الساعات لانتظار لدخول المستشفى اكثر من 18 ساعة عشان تجد سرير 18 ساعة يا جماعة في الاميرجنسي ما بعرف شو احكي بس يعطيكم العافية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة